اشتركوا في القناة وولي نعمتنا الحجة بن الحسن سلام على شيعته ومنتظريه سلام عليكم ما بين واقعين واقع الدنيا وواقع الدين حديث سمر بين المحبين وزبدة قول للمنتظرين الحلقة التاسعة بعد العاشرة اعلموا انما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيف اعجب الكفار نباته كمثل غيف اعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراغ مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور هذا هو جزعنا التاسع من العنوان المتقدم في الحلقات الماضية التقويم القمري في ضوء ثقافة العترة الطاهرة صلوات الله وسلامه عليها لا زال الحديث في المثال التوضيحي الذي ضربته لكم بخصوص البعد الغيبي للزمن الوجه الغيبي للزمن إنها ليلة القدر والتي تتجلى صورتها مرسومة ببيان القرآن في صورة القدر حدثتكم عن عديد آفاقها بشكل سريع أشير إليها الأفق الأول كان مرتبطا بالحديث عن ملك بني أميه الأفق الثاني كان مرتبطا بالحديث عن عملنا في ليلة القدر عن عمل الخير في ليلة القدر ومن أنه سيكون خيرا من عمل الخير في ألف شهر من الأشهر القمرية التي تخلو من ليلة القدر الأفق الثالث ما يرتبط بتنزيل القرآن وإنزاله في ليلة القدر وعلاقتنا نحن بهذا القرآن الذي هو بين أيدينا في المصحف الشريف الأفق الرابع إنها ليلة التقدير الأصغر ما يقدر فيها من الأجال والأعمار والأموات والمواليد والأرزاق إلى بقية شؤون الحياة ما يقدر فيها لمدة سنة كاملة من ليلة القدر في هذه السنة إلى ليلة القدر في السنة القادمة إنها ليلة التقدير الأصغر الأفق الخامس إنها ليلة التقدير الأكبر ما يقدر فيها من مجريات الحياة إلى يوم القيامة وهي في أفق أعلى من أفق ليلة التقدير الأصغر ليلة التقدير الأكبر عبرت عنها من أنها برنامج الحقيقة المحمدية لما فاض عنها من الخلقيات والتكوينيات تمثل وجه الحقيقة المحمدية إلى هذا الكون الذي صدر عنها الأفق السادس إنها ليلة السر سر الله وسر الله فاطمة وكان الحديث عن قيمومة فاطمة إنها القيمة في الملأ الأعلى والقيمة في الملأ الأسفل ومن أن ليلة القدر هي الليلة القيمة على سائر الليالي والشهور الأفق السابع وهو آخر هذه الآفاق إنها ليلة التقدير الأعظم إنها الليلة الجامعة الليلة الأم أقرأ عليكم ما جاء في حديث يرويه لنا المفضل ابن عمر عن إمامنا الصادق أقرأ عليكم من معاني الأخبار للصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة وهذه طبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قموا المقدسة في صفحة التاسعة والعشرين بعد الأربعمائة الحديث الثاني بسنده بسند الصدوق عن المفضل ابن عمر يقول ذكر عند أبي عبد الله عند الصادق صلوات الله عليه ذكر عنده إن أنزلناه في ليلة القادر قال ما أبيان فضلها على السوار المفضل يقول قلت وأي شيء فضلها فقال الصادق صلوات الله عليه نزلت ولاية أمير المؤمنين صلوات الله عليه فيها في ليلة القدر هذا هو التقدير الأعظم نزلت ولاية أمير المؤمنين فيها قلت في ليلة القدر التي نرتجيها في شهر رمضان قال نعم هي ليلة قدرت فيها السماوات والأرض السماوات والأرض عنوان للوجود كله للوجود الذي فاض من منابع الإيجاد التي أشرقت من الحقيقة المحمدية قال نعم هي ليلة قدرت فيها السماوات والأرض وقدرت ولاية أمير المؤمنين فيها قطعا حينما يشير إمامنا إلى ليلة القدر هذه ويجيب على سؤال المفضل ابن عمر بخصوص ليلة القدر في عالمنا الترابي الإمام هنا يلفت أنظارنا إلى أن الليلة العظمى أن الليلة الأم هي في محلها هي في موضعها الليلة الترابية هذه ليلة في عالمنا الضيق المحدود هذا تلك ليلة هي أوسع من السماوات والأرض ليلة قدرت فيها السماوات والأرض وقدرت ولاية أمير المؤمنين فيها ليلة القدر في صورتها الترابية في عالمنا الترابي والتي نتعامل نحن معها هذه صورة منزلة عن تلك الحقيقة الأوسع مثل ما جاء التعبير عن القرآن إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون أنزل بهذه الصيغة التي هي في المصحف هذه صورة تتناسب مع العالم البشري مع العالم الترابي أما حقيقة القرآن وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم تلك قضية أخرى الكلام هو الكلام لأن الكون بني على تعدد المظاهر المظاهر الأعلى هي في العوالم العلوية والمظاهر الأدنى هي في العوالم السفلية هكذا نظم الكون وهذا هو الذي يظهر من آيات الكتاب المفسرة بتفسيرهم ومن رواياتهم وأحاديثهم المفهمة بقواعد تفهيمهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين الإشارات واضحة جدا التي تحدثنا عن أن الزمان بكل تفاصيله في حياتنا رموز تشير إليهم حينما حدثتكم عن الزمان ومراتبه كيف عرفت لكم الزمان قلت لكم من أن الزمان هو وعاء المكان إنه أوسع من المكان هو وعاء المكان المكان وعاءه الزمان هذا هو الجزء التاسع والتسعون من بحار الأنوار للمجلس وهذه طبعة طبعة دار إحياء التراث العربي ماذا نقرأ في الزيارة الجوادية وهي زيارة مروية عن إمامنا الجواد نزور بها إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليهما على الرضا والجواد في صفحة الرابعة والخمسين من الجزء التاسع والتسعين من بحار الأنوار هكذا نسلم على محمد وآل محمد السلام على من لم يقطع الله عنهم صلواته في آناء الساعات صلوات الله تترى عليهم في آناء الساعات في أصغر أجزاء الساعات والحديث هنا ليس عن الساعات الترابية بقرينة ما بعد هذا الكلام وبهم وبهم سكنت السواكن وتحركت المتحركات السواكن والمتحركات ليست في العالم الترابي فقط السواكن والمتحركات في العوالم السفلية بما فيها العالم الترابي وفي العوالم العلوية أيضا الحديث هنا عن الوعاء الأعظام إنه الزمان الوعاء الأعظم للمكان والمكان شامل للعوالم السفلية وللعوالم العلوية السلام على من لم يقطع الله عنهم صلواته في آناء الساعات وبهم سكنت السواكن وتحركت المتحركات حدثتكم في الحلقة الماضية عن الفعل والانفعال هذا المضمون نستطيع أن نطبقه هنا سكنت السواكن وتحركت المتحركات فهنا فعل وانفعال في السواكن وفي المتحركات أيضا وهذا ينطبق على جميع التكوينيات سكون التكوينيات تسبقه حركة وحركة التكوينيات يسبقها سكون وبهم سكنت السواكن وتحركت المتحركات وتستمر الزيارة الشريفة حتى نسلم عليهم حتى نسلم على محمد وآل محمد صلوات الله عليهم السلام على شهور الحول وعدد الساعات وصلنا إلى العالم الترابي السلام على شهور الحول وعدد الساعات هذا التعبير بالحول في الأعم الأغلب في لغة العرب تطلق على السنة القمرية هذا لا يعني أنها لا تطلق على السنة الشمسية ولكن في الأعم الأغلب تطلق على السنة القمرية السلام على شهور الحول وعدد الساعات وحروف لا إله إلا الله في الرقوم المسطرات عدد الساعات عدد ساعات النهار وعدد ساعات الليل في أصل خارطة الانتظام الوجود إثنة عشرة ساعة في النهار ومثلها في الليل ولكن حينما نتنزل إلى العالم الترابي ويختلف طول الليل عن طول النهار فتارة يطول الليل وتارة يقصر وتارة يطول النهار وتارة يقصر بحسب اختلاف أوقات الفصول في السنة فيختلف عدد ساعات حينئذ لكننا من جهة شرعية فإننا نقسم الليل والنهار إلى إثنتي عشرة ساعة السلام على شهور الحول وعدد الساعات وحروف لا إله إلا الله في الرقوم المسطرات كم عدد حروف لا إله إلا الله إثنى عشر حرفا احسبوها لا إله إلا الله إثنى عشر حرفا هذه رموز وإشارات واضحة إليهم إلى سلسلة الإمامة للأئمة المعصومين الإثنى عشر في الجزء نفسه في الصفحة الرابعة والتسعين أقرأ عليكم من زيارة الندبة وهي غير دعاء الندبة من الزيارات التي وردتنا من الناحية المقدسة هكذا نقرأ في الزيارة الشريفة السلام عليكم نخاطب محمدا وآل محمد السلام عليكم أنتم نورنا وأنتم جاهنا وأوقات صلواتنا وعصمتنا بكم لدعائنا وصلاتنا وصيامنا واستغفارنا وسائر أعمالنا إننا نسلم عليهم فنقول لهم أنتم نورنا وأنتم جاهنا وأوقات صلواتنا نذهب إلى فاصل السلام عليك يا بنت سلطان الأنبياء السلام عليك يا بنت صاحب الحوض واللواء السلام عليك يا بنت منع رجابه إلى السماء ووصل إلى مقام قاب قوسين أو أذنر السلام عليك يا بنت نبي الهدى وسيد الوراء ومنقذ العباد من الردى السلام عليك يا بنت صاحب الخلق العظيم والآيات والذكر الحكيم السلام عليك يا بنت صاحب المقام المحمود والحوض المورود واللواء المشهود السلام عليك يا بنت منهج دين الإسلام وصاحب القبلة والقرآن وعلم الصدق والحق والإحسان السلام عليك يا بنت صفوة الأنبياء وعلم الأدقياء ومشهور الذكر في الأرض والسماء ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا بنت خير خلق الله وسيد خلقه وأول العدد قبل إيجاد أرضه وسماء وآخر الأباد بعد فناء الدنيا وأهلها ورحمة الله وبركاته في السياق نفسه أقرأ عليكم من تفسير البرهان وهو جامع من جوامع أحاديثنا التفسيرية السيد هاشم البحراني رحمة الله عليه وهذا هو الجزء الأول من تفسير البرهان الطبعة طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان في الصفحة السابعة والخمسين إنه الحديث العاشر بسنده بسند هاشم البحراني عن داود ابن كثير قال قلت لأبي عبد الله للصادق جعفر صلوات الله عليه أنتم الصلاة في كتاب الله عز وجل وأنتم الزكاة وأنتم الحج متسائلا مستفهما داود ابن كثير يسأل الإمام الصادق مستفهما متسائلا أنتم الصلاة في كتاب الله عز وجل وأنتم الزكاة وأنتم الحج فقال إمامنا الصادق صلوات الله عليه يا داود نحن الصلاة في كتاب الله عز وجل ونحن الزكاة ونحن الصيام ونحن الحج ونحن الشهر الحرام ونحن البلد الحرام ونحن كعبة الله ونحن قبلة الله ونحن وجه الله قال الله قال الله تعالى فأينما تول فثم وجه الله ونحن الشهر الحرام ونحن البلد الحرام ونحن كعبة الله الإمام هنا يتحدث عن كعبة الله في كل الوجود الكعبة التي في مكة هي تنزل هي تنزل عن البيت المعمور في السماء الرابعة والبيت المعمور في السماء الرابعة تنزل عن العرش الذي هو في السماء السابعة والعرش تنزل عن قلب محمد صلى الله عليه وآله خلق العرش من نوري رسول الله يقول خلق العرش من نوري ونوري أفضل من العرش لماذا؟ لأن العرش خلق من نوري وأما نوري أنا الحديث عن نوري محمد صلى الله عليه وآله فهو من نور الله ونور العرش من نور الله لأنه من نوري محمد لكنه عبر المشيئة أما نور محمد فليس هناك من حجاب فيما بينه وبين الله أما محمد فهو الحجاب الأعظم فيما بين الله وخلقه محمد وآل محمد هم الحجاب الأعظم هل فيما بينهم وبين الله من حجاب؟ لا يوجد حجاب ومن هنا فإن نوري أفضل من نور العرش لأن نور العرش من نوري يقول رسول الله ونوري من نور الله وباسمك الأعظم 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 الأعزل أجل الأكرم الذي خلقته فاستقر في ظلك فلا يخرج منك إلى غيرك أما ما تجلى في المخلوقات والكائنات فقد خرج من وجه الحقيقة المحمدية المتوجه إلى الخلقيات المتوجه إلى التكوينيات ونحن الشهر الحرام ونحن البلد الحرام ونحن كعبة الله ونحن قبلة الله ونحن وجه الله قال الله تعالى فأينما تولوا فثم وجه الله فهم الشهر الحرام والشهر الحرام بنحو خاص قد يطلق على شهر رجب لأنه ينفرد عن بقية الأشهر الأخرى وقد يطلق بشكل منفرد على شهر الحج لخصوصية هذا الشهر وارتباطه بالحج ومناسكه وأسراره وقد يطلق على شهر محرام لخصوصية هذا الشهر ولأن المشروع الحسينية قد تحقق فعلياً في هذا الشهر المحرام في مشارق أنوار اليقين للحافظ رجب البرسي وهذه الطبعة طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان في الصفحة الخامسة والستين بعد المئة من خطبة افتخارية لسيد الأوصية صلوات الله وسلامه عليه يقول فيها أنا شهر رمضان أمير المؤمنين هو الذي يقول أنا شهر رمضان أنا ليلة القدر أنا أم الكتاب أنا فصل الخطاب أنا سورة الحمد أنا صاحب الصلاة في الحضر والسفر بل نحن الصلاة والصيام والليالي والأيام والشهور والأعوام هذا كلام جامع لكل ما تقدم ذكره في الأحاديث المتقدمة وما تمت الإشارة إليه في الآفاق التي هي آفاق ليلة القدر أو ما ذكر في كل الحلقات المتقدمة التي هي أجزاء لموضوع التقويم القمري بل نحن أمير المؤمنين يقول بل نحن الصلاة والصيام والليالي والأيام والشهور والأعوام هذه أمثلة كل هذه الأمثلة تشير إلى أن الزمن يرتبط ارتباطاً وثيقاً بهم صلوات الله عليه نذهب إلى فاصل وينهل وينهل تعمل مثل ما تيديعي وما تغشي الناس بالفضل الواعي احسي الناد بساحة الطف موضيعي كارب لفعل ضاعاً متعني وينهل وينهل ما تيديع زعال ديني العمر موضوع 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 بغير ضرب السياف ما يضل موضوع فجور ليلة ما هو المراد من علاقة الزمان بهم صلوات الله عليهم بنحو إجمالي أبين لكم هذا المطلب الزمان حقيقة كسائر حقائق هذا الوجود وله مراتب وله ظهورات وحدثتكم عن هذا حدثتكم عن الزمن المحسوس وعن الزمن المدروس الزمن المحسوس على نوعين والمدروس على نوعين وحدثتكم عن الزمن الوسيع وهو على نوعين أيضا وحدثتكم عن الزمن الحقيقي إنه الزمن الأعظم بعبارة وجيزة إنه الزمن المحمدي الأعظم الزمن حقيقة لكنها تتجلى في كل عالم بحسب ذلك العالم الزمن حينما نستحضر صورته العلمية في أذهاننا أول شيء يتبادر إلى أذهاننا من أنه يتألف من أجزاء وهذه الأجزاء متساوية ومتعاقبة ومتواصلة وهي تجري كما تجري أمواج الماء حينما ننظر إلى أمواج النهر وهي تتحرك باتجاه الشمال الجنوب بالاتجاه الذي يكون مصب النهر يتحرك الماء إليه في جنوب الأرض في شرق الأرض في غربها في أي مكان تتحرك أمواج الماء متتابعة ومتساوية متسلسلة موجة تدفع موجة وموجة تسحب إليها موجة إذا ما تخيلنا الزمانة فإن الزمانة يتألف من أجزاء وهذه الأجزاء متساوية وحينما يذهب جزء لا يعود هذه صورة عن حقيقة التجلي في الوجود قاعدة لا تكرار في التجلي لأن نعم الله لأن آيات الله لا تتكرر تتجدد وتترقى فهذه الساعات تتألف من أجزاء زمانية وهكذا كل مقطع زماني أكان بالسنين بالشهور بالأسابيع بالأيام والليالي بالساعات والدقائق بأي مقياس مهما اختلفت وحدات القياس فإن المقاطع الزمانية هي هي تتألف من أجزاء متساوية تتحرك باتجاه واحد لا تتحرك باتجاهين ما هو حاضر الآن سيكون ماضيا وما هو مستقبل الآن سيكون حاضرا وهكذا يتحرك الزمان باتجاه واحد من الماضي إلى الحاضر إلى المستقبل فإن الحاضر لا يعود إلى الوراء حينما أقول من أن الحاضر سيكون ماضيا لا يعني أن الحاضر ذهب إلى الوراء إنها حركة الحاضر إذا ما تقدمت أجزاؤه فإنها تتحرك باتجاه المستقبل الأجزاء التي تصرمت تحولت إلى ماضي لم تكن قد رجعت إلى الوراء وإنما وهي في مكانها وفي نقطة ثباتها تحولت إلى الماضي لأن الماضي والحاضر والمستقبل في عالم الحقيقة نقطة واحدة نحن في عالم الاعتبار نميز بين الماضي والحاضر والمستقبل هذا الأمر يعود بنا إلى الزمن المحسوس ويعود بنا إلى الزمن المدروس وأنا لا أريد أن أكرر الكلام المتقدم الذي ذكرته في مواطنه في الحلقات الماضية الزمان صورة من التجلي والتجلي هو الفيض الصادر من الحقيقة المحمدية الفيض الصادر من الحقيقة المحمدية والذي تشكل بصور التكوينيات هو هذا الذي يقال له التجلي وهذا التجلي يتألف من آنات مر علينا الكلام هناك مظاهر وهذه المظاهر تتألف من تجليات وهذه التجليات تتألف من آنات هناك أيام وليالي هذه الأيام والليالي تتألف من ساعات وهذه الساعات تتألف من دقائق من ثوان من أجزاء صغيرة أخرى فمثلما التجلي في الكائنات مرتبط بهم وثابت بهم ومتحقق في عالم الواقع بفيضهم فما شيء من إلا وأنتم له السبب وإليه السبيل هكذا نقرأ في زيارة الندبة نخاطبهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين كذاك هو الزمان صورة عن التجليات ولكنها بهذا السياق الذي تارة يكون محسوسا وتارة يكون مدروسا وأخرى يكون غيبيا بطعم الغيب ومذاقه ومزاجه بهذا يكتمل الحديث في الآفاق السبعة لليلة القدر وهي هي آفاق سورة القدر لأن سورة القدر هي سورة مرسومة في عالم التدوين في عالم تدوين المصحف سورة مرسومة لليلة القدر هذا هو المثال الذي أردت أن أقرب لكم فيه الفكرة عن الزمن الغيبي هناك زمن غيبي الزمن الغيبي وهو ما وراء الأشياء إذا أردنا أن نتصوره من خلال هذا المثال الذي عكس لنا آفاقا في عالم التراب وآفاقا في عالم النور والغيب نستطيع أن نتصور سورة عن المضمون الذي ضربت لكم مثالا بخصوصه لا زال حديثنا في أجواء التقويم القمري ولا زال الحديث عن السنة القمرية ولا زال الحديث عن الأشهر القمرية مما يذكر في هذه الأجواء في أجواء الحديث عن التقويم القمري ويردده بعض النسيئيين من النسيئيين الجدد في أيامنا هذه هذا هو دعاء وداع شهر رمضان إنها الصحيفة السجادية المروية عن إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه هذا هو الدعاء المروي عن إمامنا السجاد في وداع شهر رمضان والذي أوله اللهم يا من لا يرغب في الجزاء ويا من لا يندم على العطاء الدعاء طويل أذهب إلى موطن الحاجة من الدعاء الشريف إنني أقرأ عليكم من الصحيفة السجادية الشريفة اللهم إننا أهل هذا الشهر الذي شرفتنا به الحديث عن شهر رمضان فهذا دعاء وداعه اللهم إننا أهل هذا الشهر الذي شرفتنا به ووفقتنا بمنك له حين جهل الأشقياء وقته وحرم لشقائهم فضله وأنت ولي ما آثرتنا به من معرفته وهديتنا له من سنته إلى آخر ما جاء في الدعاء الشريف ماذا يقول النسيئيون يقولون من أن هذا الدعاء ينطبق على الذين يصومون شهر رمضان في السنة القمرية حيث تكون الأشهر القمرية متحركة ومتنقلة ما بين فصول السنة من الربيع إلى الصيف إلى الخريف إلى الشتاء في يقولون من أن الدعاء هذا يتحدث عن هؤلاء يتحدث عن نحن الذين نصوم شهر رمضان وهو يتحرك في فصول السنة عبر السنوات اللهم إن أهل هذا الشهر الذي شرفتنا هؤلاء هم النسيئيون كما يقولون ووفقتنا بمن نكل حين جهل الأشقياء وقته باعتبار أن النسيئيين يعرفون وقت شهر رمضان لأنهم يوائمون بين الأشهر القمرية والسنة الشمسية فتبقى الأشهر القمرية ثابتة مثل ما يقول كثيرون منهم من أن شهر رمضان يكون هلاله ما بين نهاية الشهر التاسع من السنة الشمسية وما يأتي من أيام الشهر العاشر من تلك السنة فوقت الشهر معلوم لديهم من بداية السنة بينما الذين يتمسكون بالتقويم القمر بمعزل عن التقويم الشمسي فإنهم ينتظرون الهلال تارة في الصيف وأخرى في الشتاء اللهم إن أهل هذا الشهر الذي شرفتنا به ووفقتنا بمن نك له حين جهل الأشقياء وقته وحرموا لشقائهم فضله الأشقياء يقصد منهم من كان بعيداً عن إمام زماننا فمن هم هؤلاء الأشقياء الصنف الأول من هؤلاء الأشقياء تحدثنا الروايات والأحاديث الشريفة عنه هذا هو كتاب علل الشرائع للصدوق إنني أقرأ عليكم من الجزء الثاني من الباب الخامس والعشرين بعد المئة الحديث الأول بسنده بسند الصدوق عن محمد بن إسماعيل الرازي عن إمامنا الجواب عن أبي جعفر الثاني قال قلت جعلت في ذاك ما تقول في العامة في العامة يعني في مخالفي أهل البيت ما تقول في العامة فإنه قد روي أنهم لا يوفقون لصوم هم لا يوفقون لا لصلاة ولا لصوم فقال لي أما إنه قد أجيبت دعوة الملك فيهم هناك دعوة دعاها ملك مقرب من ملائكة الله أجيبت وتحققت فيهم تحققت في هؤلاء النواصب من المخالفي العترة الطاهرة قال محمد ابن إسماعيل الرازي قال قلت وكيف ذلك جعلت في ذاك إمامنا الجواد يوضح لنا إن الناس لما قتلوا الحسين ابن علي صلوات الله علي أمر الله عز وجل ملكا ينادي هيتها الأمة الظالمة القاتلة عترة نبيها لا وفقكم الله لصوم ولا فطر وفي حديث آخر لفطر ولا أضحى إذا لم يوفق للصوم ولم يوفق للفطر لعيد الفطر فإنهم لن يوفق لعيد الأضحى وهذا يعني أنهم لن يوفق للحج لا يعني أنهم لا يذهبون إلى مكة وإنما سيكون حجهم في مكة ليس في الزمان المطلوب وستكون المناسك ليس كالمناسك المطلوبة التي يريدها محمد وآل محمد وهذا يجري في الأمة منذ أن قتلوا رسول الله مسموما صلى الله عليه وآله وإلى هذه اللحظة أعيد قراءة الرواية عليكم محمد ابن إسماعيل الرازي يقول لإمامنا الجوات صلوات الله عليه جعلت في ذاك ما تقول في العامة في النواصب فإنه قد روي أنهم لا يوفقون لصوم فقال لي أما إنه قد أجيبت دعوة الملك فيهم قال قلت وكيف ذلك جعلت في ذاك قال إن الناس لما قتلوا الحسين بن علي أمر الله ملك ينادي أيتها الأمة الظالمة القاتلة عترة نبيها لا وفقكم الله لصوم ولا فطر وفي حديث آخر لا وفقكم الله لفطر ولا أضحى الرواية الثانية في الباب نفسه في المضمون نفسه أيضا بسنده عن أرزين قال قال أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه لما ضرب الحسين بن علي صلوات الله وسلامه عليه بالسيف فسقط حينما هوى على الرمال لما ضرب الحسين بن علي بالسيف فسقط ثم ابتدر ليقطع رأسه من الذي ابتدر ابتدر شمر لعنة الله عليه لقطع رأس الحسين ثم ابتدر ليقطع رأسه نادى مناد من بطنان العرش من مركز العرش من وسط العرش نادى مناد من بطنان العرش ألا أيتها الأمة المتحيرة الضالة في نسخة وفي نسخة المتجبرة الضالة ألا أيتها الأمة المتجبرة الضالة بعد نبيها لا وفقكم الله لأضحى ولا فطر قال رزين يقول ثم قال أبو عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه فلا جرم والله ما وفقوا ولا يوفقون حتى يثور ثائر الحسين من هو ثائر الحسين إنه إمام زماننا قائم آل محمد صلوات الله وسلامه عليه الرواية خطيرة فلا جرم والله ما وفقوا ولا يوفقون حتى يثور ثائر الحسين صلوات على الحسين وآل الحسين الروايات واضحة وواضحة جدا وصريحة جدا نذهب إلى فاصل قال الرسول أعود إلى دعاء وداع شهر رمضان الذي جاء مرويا في الصحيفة السجادية اللهم إن أهل هذا الشهر الذي شرفتنا به ووفقتنا بمن نكله حين جهل الأشقياء وقته وحرموا لشقائهم فضله وأنت وأنت ولي ما آثرتنا به من معرفته وهديتنا له من سنته الأشقياء هم الذين تلبسوا بالشقاء وتلبس وتلبس الشقاء بهم المثال الواضح والبين هو هذا الذي حدثتنا الروايات التي قرأتها عليكم من علل الشرائع بخصوص هذه الأمة المتحيرة والضالة والمتجبرة لأن الأمة ارتدت بعد مقتل الحسين صلوات الله وسلامه عليه ارتدادا مضاعفا الأمة ارتدت حينما نقضت بيعة الغدير وتضاعف ارتدادها حينما قتلت حسينا صلوات الله وسلامه عليه من هنا فإنهم لا يوفقون لا لفطر ولا لأضحى لماذا لأن الفطر والصوم والأضحى والحج كل هذه العناوين ترتبط بالأشهر القمرية ترتبط بالتقويم القمري وهذا التقويم هو تقويم محمد وآل محمد إن كان من الجهة الشرعية الظاهرة أو كان من الجهة الرمزية الباطنة حيث الإشارة إلى التجليات الصادرة من فيضهم ومن لطفهم مثل ما بينت لكم قبل قليل من أن علاقة الزمن بهم هي هذه هي صورة منزلة من تجليات الحقيقة المحمدية في الآفاق المادية والآفاق المعنوية مر هذا الكلام وكان واضحا في الحديثين الذين قرأته ما عليكم هناك الأشقياء الذين ما هم بسعداء ولن يكونوا سعداء وهؤلاء نستطيع أن نشخصهم من خلال الزيارة الجامعة الكبيرة لأننا نقرأ في الزيارة الجامعة الكبيرة وبنحو واضح سعد من والاكم الشقاء يناقض السعادة فالناس ما بين شقي وسعيد الشقاء يناقض السعادة السعادة هنا سعد من والاكم وماذا بعد وهلك من عذاكم وخاب من جحد كم وضل من فارقكم وماذا بعد وفاز من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم وسلم من صدقكم وهدي من اعتصم بكم صار واضحا هناك مائز يميز بين بين الشقاء والسعادة هذا المائز يميز بين الأشقياء والسعداء هذه الزيارة الجامعة الكبيرة إنها القول البليغ الكامل دستورنا العقائدي الشيعي الأصيل سادة آل محمد سعد من والاكم وهلك من عاداكم وخاب من جحد كم وضل من فارقكم وفاز من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم وسلم من صدقكم وهدي من اعتصم بكم إلى آخر ما جاء في الزيارة الشريفة النبي الأعظم يقول لنا ألا أخبركم بالسعيد كل السعيد حق السعيد من هو هذا يا رسول الله ألا أخبركم بالسعيد كل السعيد حق السعيد من هو هذا يا أبا الزهراء يقول لنا من أن السعيد كل السعيد حق السعيد الذي يوالي عليا في حياتي في حياتي رسول الله وبعدما مات إنها بيعة الغدير اللهم والي من والاه وعادي من عاداه بيعة الغدير تريد قلبا متعلقا بها وعقلا مدركا لأبعادها وتريد ورعا ودينا للتمسك بمواثيقها لا كما فعل الأغبياء من الطوسيين من مراجع النجفي وكربلاء من البتريين من المرجئيين من المقصرين قولوا ما شئتم كل هذه الأوصاف تنطبق عليهم انطباقا كاملا نقضوا مواثيق بيعة الغدير ميثاقا 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 وبالتعمد بالتعمد تقربا إلى قذارة سقيفة بني ساعد هذا هو الواقع الشيعي في النجف وكربلاء منذ أن أسس الطوسي المشؤوم حوزته المشؤومة في النجف سنة 448 للهجرة وإلى هذه اللحظة الراهنة صار واضحا معنى الشقاء ومعنى السعادة والعرب قالت وهم صلوات الله عليهم رسول الله أمير المؤمنين قرروا هذه القولة من جاور السعيد يسعد من جاوره من جاور السعيد يسعد السعيد كل السعيد حق السعيد الذي يوالي عليها هذا هو السعيد كل السعيد وحق السعيد يوالي عليها حين جهل الأشقياء وقته وحرموا لشقائهم فضله حتى لو شخصوا الهلال بدقة في بداية الشهر وفي آخره حتى لو كانوا هكذا الصوم لا معنى له من دون ولاية علي الصلاة لا معنى لها من دون ولاية علي أحاديث أهل البيت تخبرنا من أن الذي لا يكون على ولاية علي لا يهم يصلي يزني يصوم لا يصوم يسرق يسرق فليفعل ما يتمكن أن يفعله أساس الأعمال وجوهر الأعمال ومادة تكوينها ولاية ولاية علي نحن نصور عملنا بأفعالنا من خلال هذا الجوهر من خلال هذه المادة فإذا كان العمل يشتمل على شيء من هذا الجوهر كان هذا العمل صحيحا إذا كان هذا العمل يتكون من مادة لا تأخذ من مادة هذا الجوهر فالصلاة لا يقال لها صلاة حينئذ هذه صلاة موهومة المصلي يتوهم أنه يصلي فهو يلعب ويعباث لأن المادة الأصل ليست متوفرتان هذا كالذي يأتي بمادة تشبه مادة الطحين يقوم بعجنها وبعد ذلك يحاول أن يصنع منها أرغفة كأرغفة الخبز قد يتراء من بعيد أنها أرغفة الخبز لكنها ما هي بأرغفة خبز وحينما يأكلها الآكل لا يجد خبزا سيلفظها من جوف فمه ما هو بخبز لا يقال لهذا خبز لأنه لا يتكون من مادة الطحين التي يصنع منها الخبز الناصبي قد يركع وقد يسجد وقد يطيل ركوعه وسجوده لكن الركوع والسجوده انعكاس عن عقيدة مادة هذه العقيدة أتحدث عن المادة الأصل ولاية عليا اللهم والي من والاه وعادي من عاداه وانصر من نصر واخذ المن خذل إذا لم تكن هذه المادة متوفرة لا نستطيع أن نصنع صلاة من هذه المادة ستصنع من مادة أخرى إذن ما هي بصلاة الملائكة لا يتذوقونها لا يقبلونها ولذا فإنهم في الروايات يلفونها وتأتي سوداء فيضربون بها وجوه المصلين الصلاة نفسها تدعو على هذا المصل لماذا لأن المادة الأصلية لم يكن قد وفرها هذا المصل هذه صلاة مزورة لم تصنع من المادة الصحيحة تذكروا تذكروا سفاهة مراجعكم من المرجع الأعلى إلى المرجع الأسفل تذكروا سفاهة هؤلاء وهم يصدرون الفتاوى في أن ذكر علي صلوات الله عليه في التشهد الوسطي والأخير في الصلوات الواجبة يبطل الصلاة هؤلاء عن أي صلاة يتحدثون إنها صلاة من مادة أخرى الصلاة التي تصنع من المادة الأصل من ولاية علي كيف تكون باطلة بذكر علي فيها ذكر علي سيكون واجبا فيها هذه حقائق الدين وهذه ثقافة العترة الطاهرة وهذا هو المائز بين الشقي والسعيد وهذا هو المائز بين مضمون السعادة ومضمون الشقاء هؤلاء النسئيون لا يفقهون هذه الحقائق فيقولون من أن الدعاء يتحدث عن الذين يتبعون التقويم القمرية حينما تكون الأشهر القمرية متحركة متنقلة هذا هو منهج الصادق جعفر وقد قرأت ما قرأت عليكم مما حدث به المفضل بن عمر وأملاه عليه إملاء في كتابه فكر في الكتاب الذي نعرفه بتوحيد المفضل الأشقياء هم النواصب الأشقياء هم أولئك الذين لا تشرقوا ولاية علي في قلوبهم وعقولهم هؤلاء هم الأشقياء والحديث هنا ليس عن تشخيص زماني الحديث هنا عن معرفة لشهر رمضان حين جهل الأشقياء وقته وحرموا لشقائهم فضله تعرف الأمور من أضدادها وأنت ولي ما آثرتنا به من معرفته الحديث عن معرفة عن معرفة شهر رمضان معرفة شهر رمضان لا يمكن أن تكون من دون معرفة ليلة القادر لماذا أنا أقول لكم لماذا هذه الرواية قرأتها عليكم في الحلقات المتقدمة إنني أقرأ عليكم من الكاف الشريف هذا هو الجزء الرابع والطبعة طبعة دار التعارف بيروت لبنان في الصفحة السادسة والستين إنه الحديث الأول من الباب الخامس والأربعين رجاء أنصت للرواية بسنده بسند الكليني عن عمر الشامي عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه إن عدة الشهور عند الله اثنى عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض فغرة الشهور شهر الله عز ذكره غرتها أولها الحديث عن السنة المعصومية عن السنة المهدوية مر الكلام في هذا فغرة الشهور شهر الله عز ذكره وهو شهر رمضان وقلب شهر رمضان ليلة القدر ليلة القدر قلب شهر رمضان إمامنا الصادق هو الذي يثقفنا بهذه الثقافة ويعلمنا بهذا التعليم وقلب شهر رمضان ليلة القدر إذن هل نستطيع أن نعرف شهر رمضان أن نعرفه حق المعرفة من دون أن نعرف ليلة القدر لابد أن نعرف ليلة القدر أولا كي نعرف شهر رمضان ثانيا ولن نستطيع أن نعرف ليلة القدر حتى نعرف فاطمة قرأت عليكم الرواية من تفسير فرات الكوفي وأعيدها مرة أخرى هذا هو تفسير فرات الكوفي من معاصري الكليني من علماء الغيبة الأولى هذه الطبعة طبعة دار الكتاب الإسلامي بيروت لبنان في الصفحة الحادية والثمانين بعد الخمسمائة إنه الحديث الثاني من الأحاديث المرتبطة بسورة القدر عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه في قول الله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر قال الليلة فاطمة والقدر الله فمن عرف فاطمة حق معرفتها فقد أدرك ليلة القدر وإنما سميت فاطمة لأن الخلق فطم عن معرفتها موطن الشاهد هنا فمن عرف فاطمة حق معرفتها فقد أدرك ليلة القدر هناك ترابط واضح معرفة فاطمة تؤدي بنا إلى معرفة ليلة القدر ومعرفة ليلة القدر تؤدي بنا إلى معرفة شهر رمضان إذن الأشقياء منهم الأشقياء هؤلاء الذين لا يعرفون فاطمة حق معرفتها وهم بذلك لا يعرفون ليلة القدر وحينئذ فهم لا يعرفون شهر رمضان الدعاء يشير إلى هذه المضامين العالية لا إله وراء النسيئيين حين جهل الأشقياء وقته وحرموا لشقائهم فضله السعداء ماذا حصلوا وأنت ولي ما آثرتنا به من معرفته من معرفة شهر رمضان وهديتنا له من سنته إذن الفارق بين السعداء والأشقياء معرفة شهر رمضان الحديث عن وقته إذا كان المراد من تشخيص اليوم الأول وتشخيص اليوم الأخير فهذا جزء في حاشية المطلب من معرفة شهر رمضان منطق أدعية أهل البيت يتبنى هندسة المعاريض معاريض كلامه لا يمكن أن يفهم بهذه السذاجة وبهذه السطحية التي يتحدث عنها النسيئيون حين جهل الأشقياء وقته وحرموا لشقائهم فضله هذه بدايات المعرفة هذه بدايات المعرفة أن نشخص وقته أن نوفق لذلك إنما نوفق لتشخيص وقته إذا اتبعنا ما يريده أئمتنا أئمتنا يريدون منا أن نجعل التقويم القمرية تقويما لشؤون عباداتنا لشؤون الدينية لشؤون صلواتنا لشؤون صيامنا لشؤون حجنا وما يرتبط بشهر رمضان أن نراقب الهلال حتى نراه بعيوننا المجردة من كل وسيلة تجعلنا نرى الهلال من خلالها وحينما نتخلى عن الوسيلة فلا نرى الهلال في السماء لابد أن نرى الهلال بعيوننا المجردة من كل آلة هذا هو الذي يريده منا أئمتنا وغير ذلك لا علاقة لنا به تشخيص شهر رمضان هكذا يكون عبر التقويم القمري الذي تكون الأشهر القمرية فيه متحركة متنقلة فمرة يأتي شهر رمضان في الربيع وأخرى في الصيف وثالثة في الخريف ورابعة في الشتاء هذا هو منهج أهل البيت البدايات والنهايات تحدد من خلال رؤية الهلال في السماء بالعين المجردة وغير ذلك عائد لكل حزب بما يعتقد وكل حزب بما لديهم فرحون نذهب إلى فاصل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ادد صوف لو ما توطيع حتى ما تلبس الأسود اتعبي ولحسين تعبك دين من الزهر يرات وبيوم ما ينفع ولد هل خدمة تجاية أو سند العباس ما يخلف وحشه لك يوم الحشر يشهد وهذه الأطمات الصدور وهذه الأطمات الصدور تشيل ضغطات القبور وهذه الأطمات الصدور هن يعلك المسلم صدرك هن يعلك وهذه الأطمات الصدور تشيل ضغطات القبور يصير قبرك يصير قبرك غدا تشيل ضغطات القبور تشيل ضغطات القبور اللهم إنا أهل هذا الشهر الذي شرفتنا به ووفقتنا بمنك له حين جهل الأشقياء وقته قتلت الحسين قتلت الحسين حين جهل الأشقياء وقته هذه الأمة الشقية الملعونة التي غدرت غدرت برسول الله فقتلته وغدرت بالغدير فنقضته وأحرقت بيت فاطمة وقتلت فاطمة وأسقطت جنينها وعادت إلى علي فقتلته وإلى حسن وإلى حسين ركضت خيولها على صدره في الغاضريات قلبوه صدرا لظهر وظهرا لصدر وداسته حوافر الخيول ثم فعلت ما فعلت هذه الأمة التي تنكر إمام زمانها وجرى وراءهم هؤلاء الشيعة الخائبون من أتباع المذهب الطوسي الضال جرى وراءهم من خيبتهم هؤلاء وما هي النتيجة النتيجة ضلال في ضلال في ضلال هذه هي النتيجة مثل ما قال لهم صاحب الأمر ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم مذجنح كثير منكم الخطاب إلى مراجع الشيعة في الرسالة التي وصلت إلى المفيد مذجنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا ونبذ العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون هذه النتيجة التي وصلنا إليها بسبب هؤلاء التافهين السفهاء الذين يقولون إننا نواب لصاحب الزمان وهم نواب للشيطان هؤلاء هم الأشقياء النسيئيون يريدون أن يلتحقوا به يريدون أن يلتحقوا بهذه القائمة فقائمة الأشقياء طويلة النسيئيون هم أجهل الناس بمعرفة شهر رمضان أنا أتحدث عن معرفة شهر رمضان وفقا لثقافة العترة الطاهرة لا أتحدث عن الذي يقوله الآخرون لا شأن لي بهم باقر العلوم حين قالوا له من أن الحسن البصري يقول كذا وكذا قال فليشرق فليشرق الحسن البصري وليغرب فإن العلم لا يؤتى إلا منها هنا وأشار إلى صدره الشريف أنا أتحدث وفقا لهذه الرؤية وهذا المنظور أتحدث وفقا لهذه العقيدة وهذه الثقافة أتحدث وفقا لهذا المذاقي وهذا المزاج أتحدث وفقا لهذا اللون مهما اختلفت الألوان وأنتمي إلى هذا الحزب مهما تعددت الأحزاب وإني لعليم كل حزب بما لديهم فرحون وأنا من حزب أيضا من حزب علي وآل علي وفرح بما عندي وكل حزب بما لديهم فرحون حين جهل الأشقياء وقته وحرموا لشقائهم فضله وأنت ولي ما آثرتنا به من معرفته وهديتنا له من سنته المعرفة معرفة بظاهر وباطن تشخيص الهلال ومعرفة أيام شهر رمضان وفقا للتقويم القمري الذي أشهره القمرية متنقلة متحركة هذا جزء من معرفة ظاهر شهر رمضان المعرفة لا تقف عند الظاهر لا بد أن تكون معرفة ظاهرة وباطن هكذا نخاطبهم في زياراتهم من أننا نؤمن بظاهرهم وباطنهم بسرهم وعلانيتهم بأولهم وآخرهم المراد من أولهم وآخرهم جهتان جهة تتحدث عن عدد الأئمة عن الإمام الأول محمد المصطفى صلى الله عليه وآله ثم علي ثم الإمام الثالث فاطمة ثم الإمام الرابع المجتبى وهكذا إلى الإمام الرابع عشر إنه قائم آل محمد فإنني أؤمن بأولهم وآخرهم الحديث عن عدد الأئمة ولكن زيارة لا تقصد هذا المعنى فقط هناك آفاق أخرى إنني أؤمن بأولهم وآخرهم فهم الأول والآخر الحديث هنا عن الكون عن الوجود عن أوله وآخره مثل ما هم الظاهر والباطن فهم الأول والآخر أمير المؤمنين هو الذي يقول أنا الأول أنا الآخر أنا الظاهر أنا الباطن حينما نسلم عليهم من أننا نؤمن بظاهرهم وباطنهم ونؤمن بسرهم وعلانيتهم ونؤمن بأولهم وآخرهم ونؤمن بشاهدهم وغائبهم بشاهدهم وغائبهم الأفق الأول نؤمن بالأئمة الذين كانوا في عصر الحضور بمحمد المصطفى وعلي المرتضى وبالإمام الثالث من أئمة الأئمة بفاطمة الزهرة وبالأئمة من ولدها من المجتبى إلى الحسن العسكري هؤلاء هم أئمة الحضور بشاهدهم وغائبهم إنه الغائب عن أبصارنا قائم آل محمد إمام زماننا هذا الأفق الأول أما الأفق الثاني ما كان يتجلى منهم في عالم الشهادة وما يتجلى منهم في عالم الغيب فهم الشاهدون في عالم الشهادة طرا وهم سادة الغيب وخزائن الغيب وهم خزان الغيب وهم حقائق الغيب في الوقت نفسه فهم خزائن الغيب هذا مقام من مقاماتهم وهم خزان الغيب هذا مقام آخر وهم سادة الغيب وهم حقائق الغيب وهم غيب الغيوب في أعظم مجاله لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك وأي غيب أعلى مما تشير إليه الأدعية الشريفة وباسمك الأعظم 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 الأعز الأجل الأكرم الذي خلقته فاستقر في ظلك فلا يخرج منك إلى غيرك أي غيب أعظم من هذا الغيب وأي غيب أكثر سرا من هذا الغيب وأي غيب أكثر بطونا من هذا الغيب الذي خلقته فاستقر في ظلك فلا يخرج منك إلى غيرك هذه حقائق غيب الغيوب إنني أحدثكم عن أئمتكم عن سادتكم عن أوليائكم إن كنتم تعتقدون أنهم سادتكم وأئمتكم وأوليائكم إنهم محمد محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين فمعرفة بداية الشهر ومعرفة آخره ومعرفة أحكام الصوم ومعرفة طقوس شهر رمضان هذه معرفة ظاهرية محضة في الظهور هناك معرفة باطنية من دون هذه المعرفة لن يتحقق الإيمان الذي يريده منا إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه نقرأ في بصائر الدرجات وهذا الكتاب الشريف لأحد أصحاب إمامنا الحسن العسكري صلوات الله عليه إنه محمد ابن الحسن الصفاه رضوان الله تعالى عليه هذه طبعة طبعة مؤسسة النعمان بيروت لبنان في الصفحة الخامسة والثمانين بعد الأربعمائة إنه الحديث الخامس بسنده بسند الصفار عن الهيثم التميمي عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه يا هيثم التميمي إن قوما آمنوا بالظاهر وكفروا بالباطن فلم ينفعهم شيء إما أنهم جهلوه وإما أنهم علموا به وكفروه يا هيثم التميمي إن قوما آمنوا بالظاهر وكفروا بالباطن فلم ينفعهم شيء وجاء قوم من بعدهم فآمنوا بالباطن وكفروا بالظاهر فلم ينفعهم ذلك شيئا هذه المجموعات التي تدعي علما بالباطن وهي لا تعلم شيئا من الباطن ما يسمونه باطنا هو خراء عقولهم الخرئة هذا هو الذي يسمونه باطنا كالخطابيين القذرين الأنجاز وأمثالهم هذا هو خراء عقولهم الخرئة يسمونه باطنا وما هو بباطن الظاهر لا ينفك عن الباطن والباطن لا ينفك عن الظاهر في أمور المادة وفي أمور المعنى على حد سواء ظاهر الأشياء المادية هل نستطيع أن نبقيه من دون باطنه أو أننا نبقي باطنه من دون ظاهره ويبقى الشيء كما هو لا يمكن ذلك الشيء المادي متقوم بظاهره وباطنه وكذاك الشيء المعنوي أيضا متقوم بظاهره وباطنه قوانين المادة والمعنى وحدة لكنها تجري في كل طبقة بحسب تلك الطبقة ففي طبقة المعنى لها خصوصيتها التي تتناسب مع المعنى وفي طبقة المادة لها خصوصيتها التي تتناسب مع طبيعة المادة يا هيثم التميمي إن قوما آمنوا بالظاهر وكفروا بالباطن فلم ينفعهم شيء وجاء قوم من بعدهم فآمنوا بالباطن وكفروا بالظاهر فلم ينفعهم ذلك شيئا ثم يقول إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه ولا إيمان بظاهر لوحده لابد أن يكون معه الباطن ولا باطن إلا بظاهر ولا إيمان بباطن إلا بظاهر إنني مؤمن بظاهركم وباطنكم هذا هو التحقيق العملي والتصديق الفعلي لهذه الحقيقة الذين يؤمنون بالظاهر ما هم قد آمنوا ولا عرفوا شيئا والذين يؤمنون بالباطن بعيدا عن الظاهر لا هم آمنوا ولا عرفوا شيئا الإيمان إيمان بظاهر وباطن وتلك هي المعرفة فحينما يتحدث إمامنا السجاد عن معرفة شهر رمضان لابد من معرفته ظاهرا وباطنا الأشقياء هم الذين لا يعرفون شهر رمضان ظاهرا وباطنا الدعاء هكذا يقول لست أنا الذي أقول لأن الدعاء يعقد مقارنة بين الأشقياء والسعداء أقرأ عليكم الدعاء اللهم إن أهل هذا الشهر الذي شرفتنا به ووفقتنا بمن نك له حين جهل الأشقياء وقته وحرموا لشقائهم فضله قد يقول قائل من أن الحديث عن الوقت هنا نعم لأن الأشقياء حرموا حتى المعاني الظاهرة فما بالكم بالمعاني الباطنة أتحدث عن المعاني الحقيقية الباطنة للتي يدعيها الباطنيون الضالون المضلون هناك ظاهر حقيقي وهناك باطن حقيقي وهذا لا يؤخذ إلا منهم صلوات الله عليه من أراد أن يستكمل الإيمان كل الإيمان فماذا يفعل فليقول القول مني ما قاله محمد وآل محمد القول مني ما قاله آل محمد ما بلغني عنهم وما لم يبلغني ما أسر وما أعلن ما أظهر وما أخفو فأنا عبد من عبيدهم مثل ما نخاطب سيد الشهداء في مقدمات زيارة وارث عبدك وابن عبدك وابن أمتك المقر بالريق والتارك للخلاف عليكم عبدك وابن عبدك وابن أمتك نحن في مقام العبودية لهم فلابد أن نكون هكذا أن نعتقد هكذا أن يكون القول مننا هكذا نقول بما قاله محمد وآل محمد ما بلغنا عنهم وما لم يبلغنا نقول نحن قائلون بكل ما قالوا هل علمنا بذلك أم لم نعلم ما أسروا وما أعلنوا ولذا نعلن لهم من أننا نؤمن بظاهرهم وباطنهم نحن نحن لا نعرف ظاهرهم حتى نعرف باطنهم وإنما نحن في دائرة العجز عن معرفته لكننا نردد ما يقولون لنا فنحن عبيدهم القول منا ما قاله محمد وآل محمد ما وصلنا وما لم يصلنا ما سمعنا به وما لم نسمع به ما أسره وما أعلنوه نحن معهم معكم معكم لا مع غيركم في كل شيء أعلمنا بذلك أم جهلنا هذا هو التسليم وهذه هي الولاية لعلي وآل علي وهذا وحق الزهراء الطاهرة المطهرة هذا هو مضمون بيعة الغدير إذا لم تكن بيعة الغدير التي نعتقدها بهذا المضمون فما هي لا بغدير ولا ببطيخ بيعة الغدير هي هذه هذه تفاصيلها تفاصيلها بعناوينها الإجمالية وإلا فإن الكلام في أفنيتها يطول ويطول ولقد حدثتكم كثيرا عنها فعودوا إلى برامج السابقة حين جهل الأشقياء وقته وحرموا لشقائهم فضله وأنت ولي ما آثرتنا به من معرفته هنا الحديث عن أعلى مراتب المعرفة بظاهرها وباطنها لكن حينما كان الحديث عن الأشقياء الإمام أشار إلى بداية المعرفة في أول منازلها الظاهرية ما يرتبط بمعرفة الوقت فإذا كانوا يجهلون المعاني التي هي في المراتب المتسافلة فمن بهب الأولى يجهلون المعاني التي هي في المراتب المتعالية حين جهل الأشقياء وقته وحرموا لشقائهم فضله هؤلاء هم النسيئيون في جهة من جهات الدعاء لأن الآية ماذا قالت عن النسيء من أنه زيادة في الكفر أتحدث عن الآية السابعة والثلاثين من سورة التوبة إنما النسيء ما هو زيادة في الكفر وهذا هو الشقاء زيادة في الكفر هذا هو الشقاء الحالة النسيئية هي مصداق من مصادق الشقاء الذي يتحدث الدعاء الشريف عنه نذهب إلى فاصل القرآن يخبرنا عن هؤلاء الأشقياء إنهم الغافلون إنهم الغافلون في سورة الروم في الآية السادسة بعد البسملة والتي بعدها في الآية السادسة وعد الله وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولكن أكثر الناس لا يعلمون لا يعلمون ماذا يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا لا يعلمون شيئا من باطني الحياة الدنيا يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا مر الكلام علينا قبل قليل من أن الإيمان إيمان بظاهر وباطن المعرفة إن كانت بشؤون الدنيا أو كانت بشؤون الآخرة إن كانت بشؤون الدنيا أو كانت بشؤون الدين إن كانت بشؤون عالم الشهادة أو كانت بشؤون عالم الغيب المعرفة لن تكون معرفة حتى تكون معرفة بظاهر وباطن فليس هناك من ظاهر من دون باطن وليس هناك من باطن من دون ظاهر هذا هو منطق العترة الطاهرة يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هذه آخرة الدنيا باطن الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة قطعا الآية لها أفاق أنا أتحدث عن أفق من آفاقها يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة عن الوجه الآخر من الدنيا هم غافلون هؤلاء هم الذين ذكرتهم الآية التاسعة والسبعون بعد البسملة من سورة الأعراف ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس ما هي أوصافهم هؤلاء الجهنميون لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها ظواهر الأمر متوفر لديهم عندهم عقول وعندهم قلوب وعندهم عيون يرون بها الأشياء يرون ظاهر الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون ولهم آذان لا يسمعون بها عندهم آذان يسمعون بها ظاهر الدنيا لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها يبصرون ظاهر الدنيا ولكنهم لا يبصرون آخر الدنيا ولهم آذان لا يسمعون بها يسمعون ظاهر الدنيا ولكنهم لا يسمعون آخر الدنيا لا يسمعون باطن الدنيا أولئك كالأنعام هؤلاء حيوانات بهائم بل هم أضل من هم هؤلاء أولئك هم الغافلون هم هم الذين تحدثت عنهم سورة الروم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا بهذه القلوب التي عنده وبهذه الأعين وبهذه الآذان لهم قلوب لا يفقهون بها وإنما يفقهون الدنيا إنها وصية رسول الله لأبي ذار يا أبا ذار لا يهكونوا المؤمن مؤمنا حتى يرى الناس عقلاء في دنياهم حمقاء في دينه هذا هو الذي يجري علي وعليكم نحن حمقاء في ديننا عقلاء في دنيانا نرتب أمورنا على أحسن ترتيب في حياتنا الدنيوية ولكننا في ديننا حمقاء والذي زاد في حماقتنا أن زعماءنا عمقى وهم الذين يركزون الحماقة في عقولنا إنهم يتفوقون في صناعة الغباء في العقل الشيعي ابتداء من الطوسي سيد الغباء والسفاهة والتفاهة إلى مرجعنا الأعلى في زماننا هذا وما بين الاثنين من سادة السفاهة والتفاهة لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كان أنعامي بل هم أضل أولئك هم الغافلون أعود إلى الصحيفة السجادية وأعود إلى أول دعاء من أدعيتها أول دعاء من أدعية الصحيفة السجادية الذي أوله الحمد لله الأول بلا أول كان قبله والآخر بلا آخر يكون بعده إلى أن نقرأ في هذا الدعاء الشريف والحمد لله الذي لو حبس عن عباده معرفة حمده حديث عن المعرفة عن ظاهر وباطنه والحمد لله الذي لو حبس عن عباده معرفة حمده على ما أبلاهم من مننه المتتابعة وأسبغ عليهم من نعمه المتظاهرة لتصرفوا في مننه فلم يحمدوه وتوسعوا في رزقه فلم يشكروه ولو كانوا كذلك لخرجوا من حدود الإنسانية إلى حد البهيمية فكانوا كما وصف في محكم كتابه إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا مضامين الكتاب مضامين الأحاديث مضامين الأدعية الشريفة واحدة نحن نتحدث عن هندسة فائقة عجيبة نظم فيها هذا الدين وفقا لبلاغة محمد وآل محمد مع أسرار معاريض كلامهم وجميل إتقان حكمة لحن قولهم هكذا يفهم قرآنه وهكذا يفهم حديثهم وفقا لمواثيق بيعة الغدير أن نفسر القرآن بحسب موازين تفسيرهم وأن نفهم الحديث بحسب قواعد تفهيمهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ولو كانوا كذلك لخرجوا من حدود الإنسانية إلى حد البهيمية فكانوا كما وصف في محكم كتابه إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا النجاة من كل ذلك بالمعرفة الصحيحة من المصدرين الصحيحين من القرآن المفسر بتفسيرهم ومن الحديث المفهم بتفهيمهم إنها معرفة الظاهر والباطن على حد سواء وفقا لمعاريض كلامهم وقواعد ومذاقي لحن قولهم صلوات الله عليه سأضرب لكم مثالا مما جاء في أدعية الاستهلال أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان في دعاء إمامنا الصادق وحديثه الشريف فيما يرتبط بهلال شهر رمضان الإمام يقول إذا رأيت الهلال ما معنى إذا رأيت الهلال هلال في السماء وعين مجردة نظرت إليه هذا هو معنى إذا رأيت الهلال هلال ظاهر في السماء وعين مجردة من مسلم بالغ عاقل نظرت إليه إذا رأيت الهلال والحانة هذه لن تكون خاصة بشخص واحد لابد أن عددا من النفس كان حالهم هو هذا الحال إن لم يكن الجميع على الأقل الذين استهلوا إذا رأيت الهلال فقل اللهم قد حضر شهر رمضان وقد افترت علينا صيامه إلى آخر الدعاء الدعاء أقرأه عليكم من مفاتيح الجناء ماذا تفهم من هذا الكلام هناك هلال في السماء وهناك إنسان مسلم بالغ عاقل مكلف ينظر إلى السماء ونظر إلى الهلال ورآه بعينه من دون آلة فماذا يقول اللهم قد حضر شهر رمضان الكلام واضح لا نحتاج إلى الآلات ولا نحتاج إلى الحسابات فلا حسابات الفلكيين تنفعنا ولا آلات المهندسين تساعدنا نعم يمكننا أن نستعين بالآلات لتشخيص موقع الهلال وبعد ذلك ننظر إلى الهلال ولا بد أن يكون واضحا للجميع لا أن يكون واضحا لشخص واحد مثلا وهذا لا يتحقق على أرض الواقع لكنه احتمال من الجهة النظرية يمكن أن يصدق نحن لا نتحدث عن الاحتمالات الشاذ الأمر الواضح هو هذا هلال في السماء وهناك مستهلون ينظرون إليه بعيونهم الخالية من دون أي آلات إذا رأيت الهلال فقل اللهم قد حضر شهر رمضان وقد افتردت علينا صيام هذا يشعرنا يشعرنا بماذا يشعرنا من أن التقويم قمري الأشهر متحرك اللهم قد حضر شهر رمضان حضر شهر رمضان وتم تشخيص ذلك من خلال رؤية للهلال في السماء بعين مجرد إنه تقويم قمري خالص من دون النوائم فيما بينه وبين التقويم الشمسي هذا هو الذي يظهر من جو الكلام معارض كلامهم هكذا تقول إنهم يتحدثون في جو يشعر بهذا المعنى يشعر أن الإمام يشير إلى تقويم قمري أصيل من دون النوائم فيما بينه وبين التقويم الشمسي ومن أن الرؤية بعين مجرد كلام الإمام واضح هل تستطيعون أن تستنتج شيئا غير هذا من هذا الكلام الصريح الواضح الإمام هكذا يقول إذا رأيت الهلال إنه يتحدث عن هلال شهر رمضان إذا رأيت الهلال فقل اللهم قد حضر شهر رمضان وقد افترت علينا صيامه هذا المعنى يتجلى بنحو أكثر بنحو أكثر في الدعاء المروي عن إمامنا السجاد وهو أيضا من أدعية الصحيفة السجادية المحدث القموي في مفاتيح الجنان نقله هنا عن السيد ابن طاوس روى السيد ابن طاوس ابن طاوس هذا هو السيد رضي الدين علي علي ابن موسى ابن جعفر الداودي الحسني هذا هو صاحب كتب الأدعية والزيارات روى السيد ابن طاوس المتوفى سنة ستمية وأربعة وستين للهجرة روى السيد ابن طاوس أن إمامنا السجادة علي بن الحسين صلوات الله عليه مر في طريقه يوما فنظر إلى هلال شهر رمضان المراد نظر إلى هلال شهر رمضان إلى الهلال في الليلة الأولى من ليالي شهر رمضان فنظر إلى هلال شهر رمضان فوقف فقال وقف فقال مخاطبا الهلال أيها الخلق المطيع الدائب السريع المتردد في منازل التقدير المتصرف في فلك التدبير آمنت بمن نور بك الظلم وأوضح بك البهم وجعلك آية من آيات ملكه وعلامة من علامات سلطانه فحد بك الزمان وامتهنك بالكمال والنقصان والطلوع والأفول والإنارة والكسوف في كل ذلك أنت له مطيع وإلى إرادته سريع سبحانه ما أعجب ما دبر من أمرك وألطف ما صنع في شأنك جعلك مفتاح شهر حادث لأمر حادث هذا التعبير يشعر بشكل واضح عن أشهر قمرية متحركة جعلك جعلك مفتاح شهر حادث لأمر حادث إلى آخر الدعاء الدعاء أيضا يشعرنا من أن التقويم القمرية تقويم دقيق تلك هي كلمات إمامنا السجاد حين يقول وجعلك آية من آيات ملكه وعلامة من علامات سلطانه فهل تكون الآية والعلامة من قبل الله ليست دقيقة وجعلك آية من آيات ملكه وعلامة من علامات سلطانه فحد بك الزمان فحينما يحد الله به الزمان هل سيكون هذا التحديد ليس دقيقا إنما جعل بهذه الطريقة كي لا يستطيع المزورون أن يزوروا التقويم الشمسي إذا ما زور وقد زور ضرره محدود لأن التقويم الشمسي دنيوي الشؤون الدنيوية ترتبط به أما التقويم القمري فإذا ما تعرض للتزوير وقد زور بمرور السنوات يصلح عيبه بنفسه بسبب هذا الدوران وجعل التحديد لعلامة في السماء لا يستطيع أحد أن يعبث بها ولم يجعل للفلكيين من قدرة على تحديد وقت الرؤية بالدقة حتى لا يعبث العابثون هلال يخرج في وقت مجهول بالنسبة للجميع لا بد أن يظهر في السماء يستطيع الفلكيون أن يعرف التوقيت إجماليا لا يستطيعون أن يعرف التوقيت بالدقة الكاملة يشخصون التوقيت إجماليا حتى حينما يتحدثون عن الرؤية فإنهم يتحدثون بلسان الاحتمال علامة لا يستطيع أحد أن يعبث بها ووسيلة شخصية إنها عيني ما هي بعين غيري أنا أنظر إلى الهلال بعيني وسيلة شخصية عندي وعلامة إلهية في السماء وتقويم قمري الأشهر تتنقل فيه حتى إذا عبث رجال السياسة وعبث رجال الدين بتوقيت هذا الشهر فإن الشهر الثالث الرابع سيكون في موضعه لأن الشهور لا تكون بتمامها كاملة تصل إلى الثلاثين ولا تكون بتمامها ناقصة وهذا أحد مميزات التقويم القمري حتى لا يستطيع العابثون أن يعبثوا بالتقويم القمري وأن ينظم لنا تقويما دقيقا ليس قابلا للخطأ وإنما جعلت القضية بنت ساعتها ما يتنبع به الفلكيون قد يصدق وقد لا يصدق هذه هي الحكمة من التقويم القمري وإلا إذا قال قائل من أن التقويم القمري مضطرب فأين نضع قوله هذا مع حديث السجاد هنا في دعاء الاستهلال وهو يخاطب الهلال هذا خطاب للهلال وهو أمر عجيب هذا خطاب للهلال هو لم يقل اللهم إنك خلقت هلالا بهذه المواصفات الإمام يخاطب الهلال يقول له أيها الخلق المطيع الدائب السريع المتردد في منازل التقدير المتصرف في فلك التدبير آمنت لا زال يخاطب الهلال آمنت بمن نور بك الظلم وأوضح بك البهم وجعلك آية من آيات ملكه وعلامة من علامات سلطانه آية بلاغة هذه فحد بك الزمان وامتهنك بالكمال والنقصان هو أراد هذا لك والطلوع والأفول والإنارة والكسوف الكسوف في لغة العرب وحتى في ثقافة أهل البيت يقال كسوف الشمس ويقال كسوف القمر ولكن قد قد يعبر عن كسوف القمر بخسوفه فيقال للتمييس هناك كسوف للشمس وخسوف للقمر لكننا حينما نتحدث عن كسوف القمر فهو حديث صحيح الكسوف يكون للشمس وللقمر على حد سواء وهذا التعبير في العربية صحيح وفي ثقافة العترة صحيح أيضا وامتهنك بالكمال والنقصان والطلوع والأفول والإنارة والكسوف في كل ذلك أنت له مطيع لا زال يخاطب الهلال هذا دعاء ومناجات مع الهلال في كل ذلك أنت له مطيع وإلى إرادته سريع سبحانه ما أعجب ما دبر من أمرك وألطف ما صنع في شأنك جعلك مفتاح شهر حادث لأمر حادث هذا تقويم قمري الأشهر متنقلة والرؤية لا بد أن تكون بالعين المجرد الدعاء الدعاء يصرح بهذا من أوله إلى أخره في كل حرف من حروفه خصوصا عند هذه الجملة جعلك مفتاح شهر حادث لأمر حادث هذا شهر حادث حادث ببدايته وبموقعه أيضا فهو شهر حادث لأمر حادث حادث ببدايته وحادث بموقعه بالنسبة للسنة الشمسية وفصولها الأربعة أعتقد أن المضامين واضحة وصريحة جدا نذهب إلى فاصل عن إمامنا الكاظم صلوات الله وسلامه عليه من وصيته لهشام بن الحكم يا هشام كما تركوا لكم الحكمة فاتركوا لهم الدنيا يا هشام إن أمير المؤمنين صلوات الله عليه كان يقول لا يجلس في صدر المجلس إلا رجل فيه ثلاث خصان يجيب إذا سئل وينطق إذا عجز القوم عن الكلام ويشير بالرأي الذي فيه صلاح أهله فمن لم يكن فيه شيء منهن فجلس فهو أحمق يا هشام تعلم من العلم ما جهلت وعلم الجاهل مما علمت عظم يجلس في صدر المجلس إلا رجل فيه ثلاث خصان يجيب إذا سئل وينطق إذا عجز القوم عن الكلام ويشير بالرأي الذي فيه صلاح أهله فمن لم يكن فيه شيء منهن فجلس فهو أحمق يا هشام تعلم من العلم ما جهلت وعلم الجاهل مما علمت عظم العالم لعلمه ودعم نازعته وصغر الجاهل لجهله ولا تطرده ولكن قربه وعلم يا هشام أصبر على طاعة الله واصبر عن معاص الله فإنما الدنيا ساع فما مضى منها فليس تجد له سرورا ولا حزنا وما لم يأتي منها فليس تعرفه فاصبر على تلك الساعة التي أنت فيها فكأنك قد اغتبت أقرأ عليكم رواية مهمة في السياق نفسه من الجزء الرابع من تهذيب الأحكام لمحمد بن الحسن الطوسي المعروف بشيخ الطائفة وهذه طبعة طبعة مكتبة صدوق طهران إيران صفحة 214 إنه الحديث الثامن عشر بسنده عن محمد بن عيسى قال كتب إليه أبو عمر محمد بن عيسى هذا وأبو عمر ممن نقل الحديث عن إمامنا الجوادي وعن إمامنا الهادي أبو عمر هذا أبو عمر الحذاء وفي بعض النسخ أبو عمر الحذاء أبو عمر الحذاء كتب إلى إمامنا الهادي صلوات الله وسلامه عليه أخبرني يا مولاي أنه ربما أشكل علينا هلال شهر رمضان فلا نراه ونرى السماء ليست فيها علة يستهلون السماء صافية ولا يرون الهلال أخبرني يا مولاي أنه ربما أشكل علينا هلال شهر رمضان فلا نراه ونرى السماء ونرى السماء ليست فيها علة فيفطر الناس ونفطر معهم لأنهم ما رأوا الهلال وهذا التصرف صحيح من الناس فيفطر الناس ونفطر معهم ويقول قوم ويقول قوم من الحساب الذين يشتغلون بالحساب بالحساب الفلك ويقول قوم من الحساب قبلنا إنه يرى في تلك الليلة بعينها بمصر وأفريقيا والأندلس فهل يجوز يا مولاي ما قال الحساب في هذا الباب حتى يختلف الفرض على أهل الأمصار فيكون صومهم خلاف صومنا وفطرهم خلاف فطرنا فوقع الإمام صلوات الله وسلامه عليه وقع أي كتب في جواب السؤال لا تصومن الشك يعني لا تصومن يوم الشك مراد الإمام لا تصومن الشك بعنوان أنه من شهر رمضان وإلا فإن يوم الشك إذا كان من شعبان أيام شعبان يستحب صيامها لكن لا يجوز أن نصوم يوم الشك على أنه من شهر رمضان هذا لا يجوز أما إذا كان من شعبان فهو مستحب أيام شعبان يستحب صيامها لا تصومن الشك بهذا العنوان بعنوان أنه من شهر رمضان لا تصومن الشك أفطر لرؤيته وصم لرؤيته هذا هو الميزان الميزان هلال في السماء تراه عين إنسان وهي عين مجردة علامة واضحة لا غبار عليها إذا التزمنا بهذا النظام حتى لو حال فيما بيننا وبين رؤية الهلال إن كان في شهر رمضان أو في غيره حال الغبار حال الغيم وكان الهلال طالعا وبدأنا من اليوم الثاني من شهر رمضان فإذا علمنا بحقيقة الحال بعد ذلك فإننا نقضي يوما وإذا لم نعلم فإن الشهور القمرية عبر الشهر الثاني والثالث ستعود إلى موقعها الصحيح وإلى بداياتها الصحيحة هذا هو سر التقويم القمري فإذا ما وقع خطأ في مكان يصحح بعد ذلك يتدارك بعد ذلك التقويم القمري يصحح نفسه بنفسه وإذا ما حدث نقص في صيامنا هناك أحكام لتتميم صيامنا وإذا لم نكن قد أدركنا ذلك هناك إمام يكمل كل نقص ما هو هذا سر وجوده هذا هو سر وجوده وهذا هو سر المعرفة الظاهرة والباطنة وهذا هو سر التوجه إليه أين وجه الله الذي إليه عن التقويم القمري إذا ما اتبعنا منهج العترة عبر قرآنهم المفسر بتفسيرهم وحديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم هلا تلاحظون أن المنظومة متكاملة وإنني إنما أقوم بجمع الأجزاء من هنا وهنا كي أضع بين أيديكم لوحة رائعة فائقة رائقة تتكامل في جميع جهاتها ونواحيها وزواياها فليس هناك من ثقب أو خرق أو شق إنها لوحة من نتاج ثقافة محمد وآل محمد هذه اللوحة الرائقة التي تشاهدونها وتتلمسونها ببصائركم قبل أبصاركم وتتذوقون طعمها ومزاجها النقية بقلوبكم قبل أن تتذوق ذلك بحواسكم الظاهرة هذه ثقافة العترة الطاهرة من هنا كان العنوان التقويم القمري في ضوء ثقافة العترة الطاهرة هذا النص واضح لا تصوم النشك أفطر لرؤيته وصم لرؤيته هذا هو منهج العترة الطاهرة من دون غبار من دون وسخ فليشرق الناس وليغرب من النسيئين من الفلكيين من الذين يشخصون الهلال بالعين المسلحة بأي شيء آخر فليشرق وليغرب الحقائق بين أيديكم تنطق بنفسها عن نفسها إلى هنا وصلنا إلى نهاية مطافنا ملاحظتاني وأودعكم وأعتذر عن طول الحلقة لأنني أريد أن أفتح موضوعا خطيرا في يوم غد وعدتكم أن أحدثكم عن المذهب الطوسي اللعين غدا سأفتح الحديثة عن مذهب الضلال هذا ملاحظتان وأودعكم الأولى أذكركم بما قال القرآن في الآية السادسة والثلاثين من سورة التوبة والتي بعدها طبقوا المضامين التي مرت على هاتين الآيتين في الآية السادسة والثلاثين جاء فيها إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض مرت علينا روايات كثيرة الآية ترد في كل الموارد في التقويم القمري وهي واضحة منها أربعة حرم ذلك الدين القيم تردون دينا قيما فالتزموا بالتقويم القمري الذي نعرفه من ثقافة العترة الطاهرة ومرت الآيات والروايات والأدعية والزيارات والأحداث والوقائع وكل التفاصيل كل ما مر يتعانق في هذه الحقيقة ويقدم لكم الصورة النهائية للتقويم القمري في ضوء ثقافة العترة الطاهرة إنما النسيء زيادة في الكفر الصورة صارت واضحة لديكم في كل ما تقدم من بيانات ومن حقائق إنني حدثتكم وفقا لمعاريض قولهم ووفقا لموازين لحن قولهم ولحن كلامهم وحديثهم أختم البرنامج بهذه الرواية أقرأ عليكم من معاني الأخبار للصدوق طبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة في الصفحة الثالثة والثمانين بعد المئتين الحديث الثاني بسنده بسند الصدوق عن أيوب بن نوح عن إسماعيل الفراء عن رجل قال قلت لأبي عبد الله لإمامنا الصادق صلوات الله عليه أليس قال رسول الله صلى الله عليه وآله في أبي ذار ما أظلت الخضراء الخضراء السماء ولا أقلت الغبراء الغبراء الأرض ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء على ذي لحجة أصدق من أبي ذار قال بلى الرجل سأل الإمام الصادق عن قول النبي هذا أليس قال رسول الله في أبي ذار ما أظلت الخضراء ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء على ذي لهجة أصدق من أبي ذار قال بلى قال قلت فأين رسول الله وأمير المؤمنين وأين الحسن والحسين فهل فهل أبو ذار أصدق منهم لأن النبي هكذا قال ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء على ذي لهجة ورسول الله ذو لهجة تظله الخضراء أيضاً وتقله الغبراء وكذاك أمير المؤمنين ذو لهجة تظله الخضراء وتقله الغبراء وكذاك المجتبى وكذاك الحسين الشهيد والنبي يقول ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء على ذي لهجة أصدق من أبي ذار فهل أبو ذار أصدق من رسول الله أصدق من أمير المؤمنين أصدق من الحسن والحسين إذا أخذنا الكلام بالمنطق الترابي نعم فإن الكلام يعني هذا ولكننا نتعامل معهم بالمنطق النوري هذا كلام يخص أبا ذار لا يقهس بهم أحد فماذا قال إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه لما قال له الرجل فأين رسول الله وأمير المؤمنين وأين الحسن والحسين قال فقال لي كم السنة شهرا قال قلت اثنى عشر شهرا قال كم منها حرم قال 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 الكلام واضح مباشرة تبادر إلى ذهن هذا الرجل من أصحاب الإمام الصادق تبادر إلى ذهنه الحديث عن السنة القمرية والإمام حين سأل سأل عن السنة القمرية لأن الأولوية عندهم للسنة القمرية لماذا لأنها نظام الشأن الديني ولأنها لا تزور بحسب التنظيم القمري بخلاف السنة الشمسية كل التزويرات التي طرأت على السنة الشمسية عبر التأريخ من خلال رجال السياسة أو من خلال رجال الدين لا زالت موجودة فيها السنة الشمسية ليست قادرة على تصحيح نفسها بنفسها إلا أن يصححها الإنسان بنفسه ترتبط بالشأن الدنيوي بينما السنة القمرية إذا ما عبث بها الإنسان فإنها تصحح نفسها بنفسها من دون تدخل الإنسان الإمام قال له كم السنة شهرا قلت 12 شهرا قال كم منها حرم قال قلت أربعة أشهر الأشهر الحرم معروفة قال فشهر رمضان منها قال قلت لا قال إن في شهر رمضان ليلة أفضل من ألف شهر إن أهل بيت لا يقاس بنا أحد السنة 12 عشر شهرا الأشهر الأشهر التي لها فضيلة وخصوصية وأحكام هي الأشهر الحرم رجب ذو القعدة وذو الحجة ومحرم هذه الأشهر التي تحدث عنها القرآن الإمام قال له شهر رمضان الذي هو الأفضل معدود في الأشهر الحرم له خصوصية الأشهر الحرم لم يكن من الأشهر الحرم ولكن في هذا الشهر ليلة هي أفضل من ألف شهر أفضل من ألف شهر من الأشهر الحرم وغير الأشهر الحرم ليلة واحدة في شهر رمضان إنا أهل بيت لا يقاس بنا أحد تتبع برامجي هذه هي الطريقة التي أتحدث بها هذا هو منهج معاريض الكلام كل كلام فيما تقدم ذكره في هذا الموضوع بل في كل برامج حتى في حياتي العادية لأنني تعودت على هذا الأسلوب حينما أتعامل مع حديثهم صلوات الله عليه هم قالوا لنا أقرأ أيضا من المصدر نفسه من طبعة نفسها في الصفحة الثالثة والتسعين إنه الحديث الثالث بسنده بسند الصدوق عن إبراهيم الكرخي عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول حديث تدري خير من ألف حديث تروي ولا يكون الرجل منكم فقيها حتى يعرف معارض كلامنا وإن الكلمة من كلامنا لتنصرف على سبعين وجها لنا من جميعها المخراج تم الحديث نلتقي غدا في موضوع خطير جدا 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 بداية الحديث ستكون في حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله ترجمة نانسي قنقر